مساء الخير يا برج العزراء. نخش عطول على الطاقة العامة لان ادهشتني قليلا اذا تصور. طيب. شايفك ازاي? هو شايفك ان انت كارتي ده مش ندم. لا. شايفك ان انت زعلان على ثلاث كبات او ثلاث حاجات. يعني زعلان هي في مشكلة في العظامة. حصلت مشكلة. ايا اما انا تعلم مشكلة بس هي مش خيانة بس هي مشكلة. هو شايفك ان انت عمال فجرت العلاقة وقررت تمشي وقررت تهد الدنيا على دماغه ولكن نسيت له جمال تانية. نسيت حاجات تانية. باصص زي ما يقولو كده على الشيء المدلوق وسايب ان فيه حبة في الكوباية. فعنت باصص على ثلاث كوباية اتدلقوا. فيه كوبايتين وراك. هو شايفك كده. وشايفك ان انت فجأة مرة واحدة وقفت شغل في العلاقة دي. انت ممكن تكون انت بالظبط انت بتشتغل جامد اوي 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 في العلاقة دي. اوي اوي. كدت وقف دنبه اوي. ومحسسه انت محسسه ان كنت محسسه ان كنج او باندكس. ممكن تكون انت فيه شغل بينكو او حاجة زيدي. بس انت كنت محسسه في المشاعر والعواطف والكلام والايتمام. يعني فجأة قررت ان انت زيالت منه على حالات بسيطة وفجرت الدنيا ومشيت. هو برج العزراء مش اماص. ولكن برج العزراء ما بيحبش حد يباوز له خطته. يعني انا ماشي على خطة. بحبك وتحبني. اهتم وتهتم بي. فجأة بقى تمشي كده هحود انا كده. مهمينيش هتدوس على قلبي وامشي. فانت حزين اوي شايفك ان انت حزين اوي على تلك كوبات وسيب كوباتين سيب. في حاجتين وراء. طب بص وراء يا اخي. طب ليه وقفت كده? بيقول ليه نفسه ليه وقفت كده? احنا كنا زي الفل وكنا سنة على عصر. ليه فجأة خلتني في ازمة مش عارف اعمل ايه? ليه كده? عملت كده ليه? فشايف ان انت فجأة مرة واحدة بطلت شغلي في هذه العلاقة وطرقتها وقلت شكرا على كده. انا عايز امشي. طب انت شايفوا ايه بقى? الكرتين دول لما يجوا مع بانط يبقى في شخص فعلا في ازمة. في شخص فعلا في ازمة. انت شايفوا ان هو بص بقى اعرف كزمة ايه. حط نفسه في ازمة. هو هو في ازمة. بس هو اللي حط نفسه في الازمة دي. في حاجة حصلت ما بينكم ولكن انا اا مش ساحرة. انا مش ساحرة يا بي بلاوي. لأ. انتم مش جايين عمر افاندي هنا. انا مش عارف ايه الازمة. ولكن في حاجة عطلت هذه العلاقة خليتك توقف تماما العطاء. وصبته يحل بقى مشاكله مع نفسه. ايه هي الله اعلم. يمكن ان يكون طرف ثالث. وانت اكتشفت ان طرف الثالث ده معاه قوي. قوي. او انه مثلا انطلبت منه انه تاخد خطوة جدة في العلاقة. ولكن هو تقاعص عن هذه الخطوة الجدة وحط نفسه في ازمة بقى. فانت شايف ان هو حاطت نفسه في اوهام. في اوهام. الشخص ده ممكن يكون شكاك برضو. وحاطت نفسه في اوهام. ان انت بتعرف عليه حد. اا مثلا حاجة زي كده. وبيفكر كتير اوي 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 اوي. هو بيفكر كتير اوي. وبيحسب للخطوة الف اا مرة. مقدرش يعمل الخطوة اللي محسب لها الف مرة. بنيكون بطيء. ودايما دايما عنده نظرة كشاؤمية. انت على فكرة انت. انت بتحقيق محبش كده. انا محبش كده. انا الحياة سهلة. انت بالنسبلك الحياة سهلة وبسيطة. اا اقول لي بحبك اقول لي بحبك اصبر معاك عشر سنين تصبر معاك عشر سنين. انما هو مقزم. في حاجة هو عاملها ازمة. في موقف. وفي حاجة هو حاطت نفسه فيها. بس حاجة دي وهمية. او شيء وهمي او مش وهمي. موقف ممكن يعندي. ممكن يتحل. السهم مش عارف يحلو. بده شايف ان هو بطيء اوي. وبيفكر كتير اوي. ومش ربي يحل الموضوع وبصص كده لنظرة تشاؤمية. الموضوع انتهى او انت مشيتي او انت. في حاجة غلط في الشخصية دي. انا حاسة ان هو مش مريض نفسي. ولكن هو مقزم هاك. وهو هو في ازمة. في ازمة. مش عارف يعمل ايه. محتار جدا. جدا. ممكن يكون فعلا فيه طرف ثالث. وانت فجأة كده قلت له بقولك ايه. انا يا هي. يلا بقى يا بقى. حل نفسه. حل الازمة دي فورا. يلا. انا مش هفضل اتدي لك في حادث. واكلمك. واقول لك بحبك. واهتمي بيك. وابقى في العلاقة مية مية. وفجأة فجأة فجأة. تسابني. يا انا يا هي. انت خدت موقف. وقلت يا انا يا علاقة دي. خلصت. ده نرميك من فوق البرج انت وهي كمان. يعني انت ممكن تكون واقف في البرج اصلا وانا متى الاثنين دون من فوق. يلا يا عم بقى ما تقلفنيش بقى انا اخل اريك. هدو حر. وبصراحة ممكن يكون عندك حق. لو شخص ده فعلا كان بيتمايع. بيتمايع في ا اخذ القرار. بس هو يعني شاعر بنقص فظيعة من غيرك بصراحة. وفعلا حاسس ان انت فجأة فجأة يعني قلبت عليك كبيات وقلت له لأ شكرا قوي كده. سي قوي كده. مش عايزة منك اي حاجة. طيب. هو ايه الخطوة اللي عايزة ياخدها بقى بيفكر فيها. هو مش عايزة اقول خداع. لان هي ما تقولش خداع. ولكن ممكن اخدنا لك كارتة برضو اضافي هنا. عشان برضو ايه ممكنش ظالمنا راجع. علاقة ثلاثية صرف. صرف علاقة ثلاثية. صرف. علاقة ثلاثية. الشخص ده عايز ينهي العلاقة الثلاثية دي. ما تخافش. اللي انت عملته صح يا برج العزرق. موقف اللي انت اخدته ده. ممي. شابو. شابو يا برج العزرق. انت بتيجي في الوقت الجد تقلب. هو محتار. اهو. انت شايفه. حاطة نفسه في ازمة. في ايده يختارك. او يختار الطرف الدات. ونحل بقى المشكلة دي. هيخلص. اخلص الحياة بفعش وقت ان انا اقضي حياتي كلها قاعدة جنبك بخدمك. وانت مع واحدة تانية. علاقة ثلاثية هو يعني قرر خلاص. هو مكرر يمشي. بص هنا محتار. عشان بقولك كارتة ده قلقني شوية. هنا محتار. هنا هيختار خلاص. لعيز ينهي بقى الارض ده. هو كمان على فكرة ارفان. لعلمك يعني. هو كمان ارفان من العلاقة ثلاثية ده خالص. وعايز يرجع لحد من الماضي. ممكن تكون انت. ممكن تكون انت. وعايز بقى ينهي بقى الصراع ده برضو ده ثلاث اطراف هون. ثلاث اطراف. شاعر بأن العلاقة الثلاثية ده كده للا زرقه. مش عارف يعمل ايه. وكلنا خسرانين. في العلاقة التلاثة دي كده كلنا خسرانين. كلنا. مفيش حد فينا كذباء. محدش فينا كاسبين فعايز بقى ياخد قرار بقى عايز يعمل تغيير بص ده شخص بيضبع هو بيفكر تتير فعلا يعني كارت الساحر بادو تفكير عميق ولكن هيطلع بقرار مرة واحدة لكن ادي له وقته ادي له وقته عشان لما ياخد قرار يبقى معايا يبقى معك بجد طيب انت مكرر تعمل ايه انت مكرر بص بقى انت مكرر تسيبها على الله يعني خد وقتك في الاجابة وهقف مكاني لغاية ما القدر يحكم بحكمه بس وده كلم العقل انت خلاص انت اديت له الكلام انت اديت له كلام جامد قوي تممكن تكون اديت له كلام جامد قوي وسيب العلاقة دي بقى يحكم فيها ربنا سبحانه وتعالى بما يشاء لو احنا لبعض يا ابن الحلال هتبقى انت زوجي وانا زوجتك مش لبعض خلاص انت زهقت من الوضع عموما زهقت من الوضع ده فانت واقف في مكانك عمل تلعب بالحصان كده وايه ماشي يروح ويجي رحته ولكن انت سايبها تيجي زي ما تيجي هتيجي هتعالى تعالى ما تجيش ما تجيش ولكن في نفس ذات الوقت اشعر بسيناريو اخر هنا هتأكد منه انت ممكن تكون عايز تخرج من العلاقة دي تماما عايز تنهي العلاقة دي انت شاعر بان هي كان فيها ازمة انت محتور بقنا يا ربي يا الهي بص بقى انت انت شاعر بان العلاقة دي كان فيها ازمة وفعلا فيها طرف ثالث وكان فيها تفكير يعني كتير قوي من جهة الطرف ده او انت استغلك كتير مش استغلك يعني فضل كتير قوي فيها ولكن فيها حب فيها حب وكان فيها استكرار بس انت بقى عايز بداية جديدة سواء بقى مع الشخص ده او مع غيره بس انت عايز بداية جديدة نظيفة خالية من الطرف الثالث هتيجي يا عم الحج يا اهلا وسهلا بس مفيش طرف ثالث مش هتيجي شكرا ليك ما شوفكش تاني في حياتي من الاخر على بلاطة هو ده اللي انت عايز تقوله هتيجي انا وفف مكاين مش هعمل اي حاجة والله يمانا متحركة عايز تيجي تفضل من غير طرف ثالث مش عايز تيجي انا هبدأ بداية جديدة تماما او كنا بنحب بعض او بنموت في بعض بس لا انا اسف استوب بالغاية هنا استوب وعايز كمان لو هيرجع شخص ده تاني يبقى فيه توازن يبقى فيه توازن يبقاش فيه طرف ثالث هو محتوار هو كان محتوار ما بنكم من حد تاني ده وش يعني وما كانش عارف اخو القرار فهتقوله لا استوب وقف هنا ينا يا الطرف ده ينا يا دي طيب هو عايز يقدم لك ايه او شايف العلاقة دي فيها ايه او شايف العلاقة دي فيها حب كبير اوي صح كده يعني الحب والغرام والاستقرار والبداية الجديدة والبداية الحقيقية وانقولي الى المكرة الصبح كلام جديد اوي هدي العلاقة بالنسبوع العلاقة متكاملة علاقة متكاملة فيها كل حاجة وعايز يقدم لك عرض جديد عايز يقدم عرض جديد انما انت رأى برضو هنا يحمل السينيور النهنين اتنين سينيور انا واقف في مكاني اهو بصص لقدام وماليش دعوا بعروض تيجي مجيش براحتك ولكن هتيجي يبقى مفيش شئ من الماضي يجي معك الطرف التالت ميجيش معك هتقرب من حياتي بالطرف التالت هقولك باي 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 بكل بساطة هتيجي بطرف التالت هقولك دف وقفل وانهي على الماضي وعليك وانا وانت النط ولا ليه عزيز ولا ليه غالي بس كده اتنين سيناريو في هذه القصة اقدر قولي اتنين سيناريو انت مخيره مخيره وعشان كده انت وقف في المكانك هتيجي من غير طرف التالت هتيجي من غير اي مشاكل عموما مناش طرف التالت هتيجي من غير اي مشاكل لو الطرف دلت ده عيلة اب ام تيجي وانت حلل مشاكلك عشان انا ايه عشان انا تغبت تغبت في ان انا بشتعل في العلاقة دي لوحدي وانت تحت طوع ابوك وامك بمعنى اضبت كده يعني امك تقولك لا دي وحشة خلاص يا امي خلاص تمام لا مش هسمحلك بكده تقليل هتيجي تنهي على الماضي كله ونبدأ صفحة جديدة مع ابا مش انت شايفني الكنج اوف تابس وشايف ان انا بداية خلوة يبقى اصطحق طيب النصيحة ايه النصيحة بتقولك التين اوف وندس هو شخص اللي اول كده قبل ما وضحها التين اوف وندس شخص ماشي في طريب القدام هو متقدم هو ولكن بيحمل مع الماضي دائما فالنصيحة بتقولك شيل بقى الام الماضي دي وابتق صفحة جديدة يعني بطل يعني خلاص بقى انسى بقى راحت فين انسى بقى اللي حصل خلاص انسى اللي حصل ابدأ صفحة جديدة مع نفسك بقى وما تحملش اقلام الماضي كده وانت ماشي قدام انت لو عايز تبدأ علاقة جديدة انسى القديمة لو برج العزراء الجيفني بلقتي عايز تبدأ علاقة جديدة بعد هذه العلاقة وفعلا انها عليها لو سمحت بطل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة